بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يخيل لبعض الناس أن الدين هو عبارة عن وجه متجهم وجبين مقطب وإحساس طول الوقت بالخوف وغياب للبسمة وغياب للفرحة وبعض الناس متخصصين في قضية إيجاد النكد فمع كل فرحة يبحثون عن الجانب الذي يعني يقلق الخاطر ويؤلم النفس هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياته مجاهدا في سبيل الدين فآلام المجتمع المسلم لا تنتهي لا تكاد تمر سنة إلا وفيها قتال وفيها حروب وفيها موت أحبة وفيها مجاعات وفيها فقر وفيها آلام وفيها أناس لا يجدون طعام إذن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالأقدر فكيف وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسارا لقضايا الأعياد؟ كيف وجد مسارا لقضايا الفرح بالزواج؟ كيف وجد مسارا لقضية الفرح بالأبناء وعقائقهم؟ كيف وجد مسارا لإدخال السرور على قلب هذا المجتمع؟ هل أراد هذا المجتمع أن يعيش طول حياته في ألم ونكد وحزن وخوف وقلق؟ أم أراد أن توجد فرج عند هذا المجتمع ويجد الفرحة ويفرح كما يفرح الناس ويغني ويقدم الأهازيج ويفرح الصبيان وتفرح النساء ويفرح المجتمع في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي كان يعيش فيها المجتمع المسلم لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نفرح وليس لنا أن نتزوج وليس لنا أن نحتفل بالأعياد فالحياة ضنك والحياة كلها يجب أن تكون سوادا في سواد لا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الإنسان المسلم أن يحيى حياة طيبة متوازنة فالإنسان المسلم يعلم أن الابتلاءات كثيرة جدا وأن الإنسان كنفس يحتاج إلى الفرج ويحتاج إلى مراحل يبتسم فيها ويفرح فيها رغم كل الصعاب التي تحيط به هكذا توازنت حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متجهما ولم يكن مقطب الجبين كان بساما وكان منشرحا وكان يأنس لأصحابه وكان يمازحهم وكان يتركهم يتمازحون في ظل كل الظروف والمعطيات التي كانت تحيط به فالقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبعث للفرح والابتسامة موجودة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتلمسها وتكبيرها حتى يراها الناس ويروا أن حياة المؤمن ليس نكدا في الحياة وقلقا من الآخر إنما هو توازن بين قضية الرجاء وبين قضية الرهبة هي عبارة عن توازن نفسي كبير جدا ليس على المجال النفسي فقط إنما في مظاهر الحياة التي نعيش فيها فكما أن الإنسان محتاج للجد في مواجهة الصعاب يحتاج أن يجد الفرح ويجد الابتسامة في الحياة التي تحيط به فحاجة الإنسان وتكامل الإنسان نجدها في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته